موسيقى والسؤال ده محير جداً عند الناس اللي ربنا موسع عليها وبيحوش شوية لنفسه عشان يطور نفسه في حاجة يدرسها عايز يشتري حاجة لعياله وبعدين عارف ان مثلاً في قرية معينة في ناس غلابة جداً مش تلاقيين قوت يومهم فيبقى بيسأل نفسه وانا ازاي بحوش وأقدر أطلع الفلوس دي من عندي اللي يكفيني كدخل شهري يعني عايز أطلع كل فلوس عشان الغلابة اللي مش لقيني يكله وبعدين يبقى نازل مثلاً اشتري تلفزيون لنفسه ولا حاجة محتاجه في بيته يبقى بيشتري وهو بيتقطع وحيران ازاي بيشتري حاجة كمالية وانا ممكن الألافات دي أعايش بيها أسرة كذا شهر فانا عايزك الأول تتطمن انت إنسان كريم وانسان قلبك بيتحرك لمساعدة الناس معيار البخل في الإسلام اللي ربنا هيحاسب عليه يوم القيامة هو الناس اللي ما بتخركش زكاة المال واللي قال كده ربنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيدنا بن مسعود في كتاب زاد المسير في علم التفسير بيقول البخلاء دول هم مانعي الزكاة ومسألة الزكاة دي لها مقدار معين ممكن يكون مش وقته شرحها دلوقتي لكن أنا عارف إن الناس عارفها وأنا عارف إن أنت مش هدفك زكاة المال أنت عايز أكتر من كده الصدقات كمان والصدقات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإنت لما تقرأ في سير الصالحين هتلاقي الناس اللي أفلست في سبيل الله أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق أفلس ثلاث مرات مرة وهو بيحرر العبيد في بداية الإسلام ومرة في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومرة في وقت غزو التبوك مروراً بالتابعين سيدنا محمد بن واسع لما قال أنا لا أرد إنساناً طلب مني حاجة وإن كان في ذلك فناء مالي بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه رأي في الموضوع ده يريح بالك في حرتك دي سيدنا عامر بن سعد كما في البخاري كان عايز يطلع فلوسه كلها لله فرح لسيدنا النبي يستشيره يا رسول الله مالي كله في سبيل الله قال لا تصور لما النبي يقول له واحد لما اطلع الشفوث كلها مع أن الطبيعي النبي يشاور عليه ويقول للمسلمين هو ده اللي مش عايز دنيا وعايز آخر قال له لا قال يا رسول الله نصفه في سبيل الله قال لا قال ثلثه يا رسول الله قال والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك ما أنفقت نفقة على أهلك إلا كانت لك بها صدقة حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك أقصد من الكلام إن سيدنا النبي نهاه إنه يطلع الفلوس كلها وقال له التلت بالكتير أوي ده لو أنت قادر تطلع التلت لكن أهل الخبرة ليهم بقى في الحتة دي شيء مريح جدا لو أنت حيران ناس بقى اللي إيه بقى لها فترة بتنفق في سبيل الله وعندها خبرة في الإنفاق وشافت لما ربنا بيخلف إزاي قال لك وده سمعتها من أكتر من حد من الناس اللي هي يعني إيه بيستشاروا في الموضوع ده قال لك تطلع لو أنت عندك تحويش وعندك زيادة وبتعرف أنك أنت عندك مدخرات طلع من خمسة لعشرة في المية من دخلك لما تطلع من خمسة لعشرة في المية من دخلك في مساعدة الناس بانتظام شهريا هيحصل حاجتين أولا مش هتبقى بخيل مع الله خالص وما تقنبش ضميرك وما تحترش تماما أنت كريم أنت مطلع أضعاف زكاة المال بالطريقة دي ده رقم واحد رقم اتنين مش هتبقى بخيلة على نفسك ولا على عيلتك وتقدر تحوش وتقدر تأمن أهلك زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شوية سيب عيالك وأهل بيتك أغنياء مش تسيبهم عالة يتكففون الناس وده الأحب إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنك أنت تأمن مستقبله يبقى أتمنى كن قدمت لك خلاصة ريح بالك لو أنت محتار وبتقول أطلع قد إيه أدي كلام سيدنا النبي وأدي كمان كلام أهل الخبرة شكرا